اهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا الى هذا الحوار اذا حوارات اي ميديا الاسبوعية حوارنا اليوم مع سيبو بابا سالم المحلل السياسي. سيبو بابا اه كان فيك من حديثك اه معناها اه معامل ربما على الجيل القادم اه الامال متاعها كلها في الجيل القادم. لكن الجيل القادم هو اللي يعمل اللي شوفناه اسبوع التالي. الجيل اللي هو اه تقريبا انتي سيستام. بل انه تم حاجة اخرى مهمة هذا الجيل اه تقريبا ما بعد الثورة. وقت لي جدت الثورة هو عمره خمس ستين وسبعة ستينها. معناها لا يفق من الثورة شيء. وما عنداش اه السيستام القديم معناها اه متاع ابن علي ومتاع بورقيبا. السيستام متاعه هو طبقة السياسية الحالية. والمنتظم السياسي الحالي. فهو اذا يرفض اه معناها المشهد برمته حسب ما نشوفه الرياكسيون معناها. انا عناش الجيل الحالي محمد. الجيل الحالي صحيح حتى كما قلت في وقت الثورة كان عمره خمس سنين وسبعة سنين وعشرة سنين نجد يقوله عشرة سنين. طوى عمره عشرين. اه. معناها الجيل هذية اتربى في الحرية. حل عينيه على الحرية. ما حلش عينيه على الخوف. وعالاستبداد. وعالقمع. وعلى رد بالك. اللي عاشوا فترة بن علي وبرقيبة بالطبيعة. احنا عشناها. كانت الناس خاف من بعضها. كانت فهم حرية كما موجودة توا. كانت فهم حرية التنظم وحرية التعبير وحرية تعلام وحرية حريات سياسية. كانت فهم نشاط جمعياتي. ما يكلش نشاطة كانت مدجنة. وكانت الناس خاف من بعضها. الهنا الجيل هذية جليه جيل اخر تربى في ظل الحرية. وتربى معناها ما تنجمش تفكها له الحرية هذه. ما تنجمش تصليط عليه. وجيل معولم معناها يتفاعل مع شباب العالم. رأو العالم بتبدل. احنا عليش خوط لك احنا اللوجيسيال اللي قديمة متاع. متاع اللاجيال السابقة اللي عاشت الحجرة السقرات وحادثة المنشية. ما يعني اه ما تنجمش تواكب اللاجيال الجديدة. ما تنجمش. والجيل الجديد رأو يفكر في المستقبل ما يفكرش في الماضي. احنا جماعة اللي موجودين توا رأو ما يستعرضوا في العركات القديمة. الجيل حالي هذية يحب يعيش كما يعيش شباب العالم. يحب يملك الكرهبة ويملك المنزل ويحب يملك ويسافر. معناها جيل اخر مختلف. انا المناعة توقع نشوف هذو ما. والجيل هذية جيل براجماتي. ما عنداش العقاد المتالي ديولوجيا. ما عندور. ينتي مثلا والله في مساء القيم والهوية. شوف. رأيك توفر الرفاهية المادية. وتوفر معناها الاستقلالية المادية للشباب ديولوجيا. وتوفر له فرص لعمل. احنا يعليش الشباب بتاعنا ساعات يتقول انتش به يهاجر للبرة. ما نحكيهوش حتى اللي يحرقوا ولا. لنحكيهو حتى الناس اللي بيشهيدها وليلي يحب يقل لبرة ويحب يخرج لبرة. لان لم يشوف الاستراعات الموجودة قدامه. ما تفكرش فيه هو واستراعات هذية. ما لناش احنا احزاب تتعارك على مستقبل بلاد. تتعارك على تشغيل الناس. تتعارك على الاستثمار على جلب المسحة للبلاد. اه وين هالاحزاب ولا هالرؤساء هذو ما اللي حتى الرؤساء اللي في السلطة رو نحكي لك ها. هشكون اللي جاب لنا مشاريع استثمارية من برة. هاو. احنا مثلا ان الرئيس ماو عنده مناوزات الخارجية اخي ماش مفروض يجيب الاستثمارات وتجيب. تقول السفير مفروض يشوف انا شنو جاب. بالدولة اللي ياخد فيها البرة. الدولة اللي تخلص فيه بلاش خلص فيه. تيجيب انا شنو شا عملت لنا. شو كيفاش سوق تصور تونس. نفس الشي الحكومة. نفس الشي البرلمان. اذا اللي هنا هذة دي. يخي طوحنا الاستثمارات عش ما تجيش. ليهنا ماو فاما اول حاجة الطبقة السياسية ما هيش. لا هي بالمسائل هذي. لا هي بصراعاتها العبثية والتموقع وغيرها. وكل معناها جماعة كل ثلاثة اربعة شهور يحب يطايحوا الحكومة ويش يدخلوا في وسطها ويعودوا يمشكيوا لوراق من جديد. معناها وكان تونس كل اذا كانت كل ثلاثة اربعة شهور حكومة وكانش يستخدموا. كيفاش مش تحقف. وهنا دايما معناها فاما ناس عندها مريضة بالسلطة. مريضة بالسلطة معناها حتى ما نجحش الانتخابات يحب يحكم. عقلية معناها استبدي. هذه الدكتاتورية هذه الدكتاتورية نحكيو عليه. هذوم هم الناس اللي يدعوني انقلاب عسكري في تونس. هذوم الناس اللي شوفناها ميدعوني انقلاب عسكري وبالك غاضوا كيف شافوا المدرعات قدام البرلمان. او البرلمان يحبو المدرعات تمشي في اتجاه اخر ما عبواش تمشي في اتجاه ذاك. معناها اللي هنا فم التنقذات كبيرة. الشباب الصغير انا خليه نحكي بالشباب. يعني هذوم للاسف انا ما ما عديش امل فيه مكد برشة الحقيقة. اه الشباب الصغير شباب براجماتي. لكن سمحنا يا سبب بابل الشباب اللي تحكي عليه هذي عازف عن مشاركة سياسية. لا لا لا. ولا حتى التنظم. عنده عنده شكل من اشكال التنظم المختلف تماما يا محمد شور. الشباب الصغير هذي احنا ساعات نقوله والله والله عنده لما تستمع إليه عنده افكار رائعة جدا. وعنده قدرة مناعة على التحليل اللي احنا عنا ربما عنا احنا بيدنا شوية عنا شوية لوجيسيات اللي قديم متاعك. هنفكروا بيه. هم يفكروا بطريقة مختلفة شوية. آآ كتحكي له على الاستثمار وتحكي له على مناعة كيف يحكي لك على شنوه صاير فالمانيا شنوه. هم يهاجروا ويشوفوا ويتبعوا عندهم صحابهم غادي. مناعة كيشوفوا الناس هذوما كيفاش تخدم البرها. اللي هم ولاد بلادهم. معاشي خلية تبط برشة بالبلاد. للأسف منا يبدي يفكر حتى ومش يبشي. مش يخرج. اللي هنا الناس هذوما وما تتحجم انتي توشوف. يا اخي هل اتيحت لهم الفرصة هم في تونس و. تكترى الحزاب انتي. انتي الحزاب كم انتوه احنا ساعات نقوله حتى اقبل يلوموا على ابن عليتي. هوا حتى الحزاب بعد الثورة. انتي الشباب يعملوه كامل تنظيم الاجتماعات وباش يجيب الكراسي ويوزع المشروبات في الحبلات الانتخابية. وينتهى بعد كل شي. هكتشوف عاش تسنوات نفس الوجوه تكرر نفسها في في المشهد العلامي. انا وحزب من الحزاب اللي يقدم لك وجوه شابة صغيرة سواء كان من الذكورة او من الاناث. معناها انتي حتى في مجال المرأة تهاي فما احزاب حداثية. المرأة كان للمتاجرة ما بتلقهاش في مواقع قيادية وما يبعثوهاش حتى هيا الوسائل الاعلام باش تدافع الحزب انتحها وتشارك بك الهو. الديبال يصيروا. الشباب الصغير هذيا اللي هو كان وقود الثورة بنها هو هو اللي جاب الثورة. مش كون جاب الثورة بنها. مش كون تحدى الاهل القمعية هذيك بتاع بنها لي. مو الشباب هذيك لما ايس من كل شي بالنسبة لي اسمعت الحياة كالموت. الشباب هذي يبيدو اللي في اعتسام القصبة واحد بنها اراد التغيير فعلا اراد التغيير. ولكن تحايلت عليه هذي النخب. تحايلت. فانا يجاك. كي يجاوك الناس كل من الاطراف هذيك من قسرين ومسيد وبوزيد واعتصموا في القصبة هنا اللي تصحيح مسار الثورة وتكليس هدف الثورة. تم هنا التحايل عليهم. وتم اطار في اطار صفقة بين مراكز النفوذ والطبقة السياسية الجديدة. هذا اللي صار للأسف. وبعد صار تدي خبات وشوفنا اللي نعرف وشنو اللي صار من بعد. وفهم مراكز نحن تلاحظ معناها بعد تحركات الفارطة في الاحياء الشعبية. بعدها بأيامات تدخلت القوى السياسية وحاولت هي تفتك المبادرة ما. ما وهي اشوف. هي توا علش اه. هي توا ولو ان الحركة الاحتجاجية اللي صارت ليلا ما نتسميهاش حركة احتجاجية انا. كانت عملية نهب وتخريب. تونس ما هيش فيبن علي توا تونس بعد الثورة هم مكسب هو الحرية نجم يتظاهروا نهارا. وما فيما حتى اشكال بالعكس و ويحتربهم وفي اطلال احترام القانون. وتحت حتى مرقبة الامن. ما نعم في تونس توا تحتاج فقط بشتقيه المستعمل المظاهر والمسيرة الى اعلام. اعلام الصراط فقط. معناها امل وخياف الليل ما شفناش احنا لا مطالبات بتنميلة بتشغيل ما شفنا عمليات حرق ونهب وتكسير وخلع وسرقة. اللي صار من بعد حاولت بعض القوى الراديكالية هنا خاصة اليسارية حاولت نظم تعمل مسيرات ما نعم في شرع اللي حبيب بورقيبة. لكن مسيرات هذه اطغاء عليها الطابعة السياسية. والشعارات القديمة امتاع كل الجماعة اللي حكينا عليهم صراعات عام سبعين وواحد وسبعين ومؤتمر قربة ومؤتمر ترشكور وكذا وكذا. فبالتالي معناها بمجرد جاوك الجماعة امتاع الفاشلين هذوك في الانتخابات اللي ما يخذو حد شيء. وصبحوا مرفوعين العناق ورينها وماناك فاشل يركبوا على المسيرة ويخطبوا فيها. انتهت فاشل. لان الناس هذوك هم حتى في اعين الشبيبة الصغيرة بتاعها مانا ناس فاشلين يركبوا على الحدث. وكانت ماشي ماشي ربناها ضخمة او كما يتصورها ضد الاسف مانا ما كانتش بسطورة هذيك. لما يركبها الفاشلين في الانتخابات بالطبيعة تفشل. لان الشباب هذاك ما يحبش القيادات الفاشلة هذيك كما خدمت بيه قبله وتاجرت بيه. يخشي لي هذوك الناس هذوك يخيز في 2013 ما يحب التغيير وتصحيهم بسارة ثورة. يا اخي كانوا ما في صف المرزوخي ولا كان في صف الباجي. ما مشاهم مع الباجي قياد السبسي في اعتصام برضا. وبعد الباجي قياد السبسي هو الله يرحموه وتلعب ابن الجميع وخدم بيهم في العركة بتاعهم مع النهضة. استغلهم. بعد ما كملت الانتخابات وفاز بشي احمل صفقة مع الغنوشي تي الباجي مع النهضة وحكموا مع بعضهم والاخرين خلوهم شكر الله وسعيكم. بالتالي معناها الجيل الجديد ما عندهوش ثقة فيهم والناس هذوبا. انتهاءوا معناها ارىوا شوف. ارىوا حتى القيادات الشبابية والسياسية احنا عليش ما انتي القيادات الناجحة. المانيا وما ادراك او انجيلا ميركل معناها وتشوف الانجازات اللي حقتها. وتشوف الحزب امتاحها معناها تم ترشيح شخصية اخرى وهي قالت رامولي عرضوا عليها ولكنها رفضت. قالت بعاش عندي ما نقدم لألمانيا. خلت المانيا في اوش قوتها. احنا هاني ناشحة. يعني فاشلين ويسرون على الفشل. الشباب الصغير ينجم يكون بديل. عقلية متحرة. لكن شنوه الشباب الصغير? تونس راي زادة مش مكونوا وضحيد. راي الطبقة الحالية ما هيش هي ذكا هي اللي تحكم. راي فما مركز نفوذ زادتها. انت احنا شفنا فما كانت الارادة في التغيير ربما في الفين وتسعتاش. في اللتيج الانتخابات. انحاز الشعب مثلا للقوى التي تطالب التغيير. شف راي اختار مثلا اه. التيار وحركة الشعب والنهضة واعتلاف الكرامة. هذه تجم تكون القوى اللي اه كانت معناها متدفعة نحو التغيير الجذري او المساندة للثورة اي او محمولة على الثورة. ولكن هذه القوى لم تلتقي بسبب هذه البناكفات. لان السيستام اللي موجود في تونس ما يخليهاش تلتقي. هو صار تراوف كان كان بناتها فما نعمل التقاها في حكومة الجملة الاولى. اللي قبل ما تسقط ويتراجع الوقت التيار وحركة الشعب بعد نهار من الاتفاق اللي صار. لانا فما قوى في السيستام والسيستام اخترق كله لحزابه. مم. فما سيستام انا شوف تصريح معناها مثلا مؤخرا سيموحمد مسليني وزير الفلاحة او عفوا مزير تجارة اه في حكومة الفخفاخ معنا يتحدث على اللوبيات التوريد ومسالك التوزيع واللي روح. بحركة الشعب. اي بحركة الشعب اللي هو سيموحمد مسليني وهو رجل معناها فاضل وانسان معناها خدام. لحقيقة اه معناها خالك صعب جدا. معناها فما سيستام مافيوزي. السلطة متنزل استواجهة معناها. والسيستام هذي تربى وتغلغل من ايام بن عليم. معناها زاد ولا سيستام مافيوزي والسيطة على البنوك وياخذل. وعنده معناها شبكة معقدة جدا. ومرتبطة حتى بالدوار الخارجية. لهذا ما الناس كنتمس مصالحها وحكومة يتيحوها. يستعمل اللي تحبق لي. احنا عن خاطر توها. والسفير للتحدي الوروبي يتحدث على عائلات نافذة. عائلات تو احنا تو احنا بعد الثورة المفروض ما يصير منوال التنموي جديد. ايه. تو احنا التنمية في تونس كيفاش ابدأت بنا في في ثلاثة نقاط. بشوفوا بعد اه في عهد اه الزعيم بورقيبة. معناها في الستينيات تقريبا كانت الدولة الرعية. الدولة هي اللي تعمل مصانع هي اللي تعمل كده. ركزت المؤسسات الكبرى في الدولة. لو كانت معا السيد احمد بن صالح اللي كان وقته هو يعني اه يبسك تقريبا بالوزارات الاقتصادية. تقريبا ثلاثة ارمى وزارات عشر سنوات. ركز المؤسسات الصناعية لشوتها بالبلكل. وهو رجل نقابي واجتماعي. بعد في فترة السبعينيات زاد فترة الانفتاح مع الهادينويرا. وبدأت ما يسمى بها سيستامي تشكل اكثر. بالرخص بصلت الرخص. الانفتاح والمبادرة الخاصة. واحد يمشي يرخصوله باش يجيب الشراب. واحد يرخصوله باش يشري المواد تجميل. واحد يرخصوله باش يشري كده. وكان الرخص هذه كبدأت فما عائلات تتحكم فيها. معاه معاهد بن علي ولا تفهمها وكان الشبكة مفلوزية ولات. معايش حتى رخص برك. واصبح هولي تقريبا الاقتصاد التونسي مسيطرين عليه. انت كتشوف تقرير برجاميني معناها للصفير الاتحاد دروبي منذ ثلاث سنوات. ما انا يقول لك رغو الاقتصاد التونسي تسيطر عليه بعض العائلات الفاسدة. والعائلات هذه عندها اذرة علمية تحمي منها المصالح بتاع الناس هذو ما. وشوف نحنا كيفيش الناس كل وقتها وزير النقل السابق انور معروف. لما اراد منها فتح بعض ملفات تونسي. شوفنا اشتو مصال. شركة مفلسة تقريبا الف مليار عجز. اه. وشوفنا اطراف عديدة مورطة فيها منها. لما اراد فتح الملفات ويحالتها على القضاء. واصر على ذلك. شوفنا فما ابواق اعلامية الصباح المساء. ما اناها تصدت له واناها تحاول تربكه. وما تخليشي. ما انا يقدم معانا في يبدأ في عوض بش يبدأ يختم. لا. يخلوك كل يوم في ملف جديد. ولناها هذي معاناها في برشة وهالو بجرد برشة قطاعات. معاناها الفساد متغلغل. هي رأي منظومة فازدة بالحق. توقبال ابن عليك كان فما ساعات يكمل ساعات يشدد. فما حاجات هاو كاي. اما هد لهم بعد سيبت. فبالتالي هذي جزء من الخراب. اللي من مفروض القواء البوسان للتغيير تنجمت تواجهه بشجاعة. لكن للأسف معانا هي نفسها تشردمت. وهي حتى الاحزاب هذه تم اختراقها رأي نفسها من اللوبيات هذه. وشفنا معاناها حتى الاحزاب المناضلة بين قوسين معاناها ما تم اختراقها. شفنا لبرشة شخصيات انتهازية والتي في وسطها. وفلوس الدور ومال سياسي من داخل المبرى. وشفناها معاناها كيفاش برعاية مراكز نفوذ معتعدة. فبالتالي معانا الوضع صعب. معانا صعب جدا. معانا معانا امل التغيير موجود. بعد اذنك زميننا وصديقنا امين كشيش مغر الحصة يشير عليها بفاصل. اذا نفاصل ثم نواصل. بش توصلك اخر لاخبار السياسية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والعالمية كل يوم مقبل اخرين. وحصرين التصريح والحوارات بالصوت والصورة. ابع فساميس فيه كلمة نيوز على الرقم ثمانية واحدة وخمسية ثمين وخمسين. ولا سكان يبتليفونك الكياف كودة لقدامك. ولا اتصل بالموزع الصوتي على الرقم ثمانية وثمانين اربعين عشرين عشرين. ولا زور موقع الويب ايميديا بوانتين. تليشارجي لابليكاسيون ميديا اس اميس من بلاي ستور تلقى فيها لسرفيس متعنا وبرشة اوبسيونات اخرين كي محماية معطيات الشخصية وسبيتش تو تيكس باللغات الكل حتى بدرجة تربحك برشة وقت في الاكتباء. لابليكاسيون ميديا اس اميس مياه فيلمية تونسية متليشارجينها في اكثر من مياه وثمانين دولة. معليك ان تكتب ميديا اس اميس من غير اسباس في بلاي ستور. لابليكاسيون متوفرة بخمسة اللغة. اشتركوا في القناة